ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعدها وأنتم ظالمون يعني لماذا الآن تتفخرون بالإيمان؟ نحن نعرفكم أنتم تثنون على سلف انعبدوا العجل كأنه يقول له طبعا هم الذين عاصروا النبي لم يتخذوا العجل لكنهم لا زالوا يثنون على من اتخذ العجل لا زالوا يعني سلف لهم من هنا جاء الدم كذلك لم يقتلوا الذين في عهد النبي لم يقتلوا أحد من الأنبياء لأن قتل الأنبياء كان قديما ولكنهم يفرحون يعني لا زالوا يثنون على من قتل الأنبياء فكأنهم شاركوا في ذلك كما ذكرنا قبل نهاية الجزء الأول من الحلقة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لا يظن الشخص أنه يأتي بحديث يرقع هذه الآية وأننا نحن أشياء لا نستطيع دفعها فيقول لا لا عليكم يعني إثم إلا ما نطقت به ألسنتكم أو ما لا 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 الله إذا قال كلمة فهي ستبقى لا مبدلة لكلماته ولا مبدلة لحكمه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فلذلك الله حريص يعني ما أقول حريص الله عز وجل يريد صلاح النية الداخلية أن يلحق الإيمان أن يلحقك في سرك في هواجسك يلحق ما في مانع من التساؤل التساؤل وطرح الأسئلة هذه موضوع آخر وإنما لا يجوز خبث القلوب بأن يعني يتصور الشخص في قلبه معصية ويستمتع بها وهكذا هذه أن تبدوا ما فيه أو يتصور غشا يتصور أنه يقتل نبيا يقتل مصلحا يتصور هذا أنه يشرب خمرا هذا التصور النفسي الله يريد أن ينظف قلبك منه أن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله طبعا هذا المحاسبة ليست بالضرورة أن يكون من تمنى كمن فعل لكن لا بد فيه محاسبة ما فيه محاسبة ما علي أتيحال بس هذا أتينا بها لبيان معنا ولما جاءهم موسى بالبيانات ولقد جاءكم موسى بالبيانات ثم اتخذتم العجلا بعده وأنتم ظالمون لأن المخاطبين في عهد النبي يعني لم يتبرؤوا من فعل أجدادهم وسلفهم وجعلوهم كلهم يعني ما في بأس هذا وهذا عندنا كتاب موسى وهؤلاء قدوتنا أيضا كثير من المسلمين اليوم يفعلون هكذا يعني يعني يجمعون بين هذا وهذا الكتاب لنا والنبي لنا ومن قتل لنا الظالم لنا والصالح لنا كلهم لنا هذا المشكلة علي أتيحال